الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أمر الإحسان إلى الوالدين شأنه في الإسلام عظيم وصل إلى أعلى المراحل إلى أن قرنه رب العالمين بتوحيده وعبادته فقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ويزداد الأمر رفعة فوق الأخرى فيأتي البيان ويأتي التوضيح قال جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله فيقول يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها فلم يكتف الرجل قال ثم أي يا رسول الله قال بر الوالدين قال ثم أي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله ما هذه العظم بر الوالدين بين صلة أو بين الصلة بين العبد وربه بين الصلاة التي فرضت في السماء مركز علو وبين ذروة سنام الإسلام الجهاد ولذلك يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عجيبا قال أحي والدك الوالدين على قيد الحياة قال نعم يا رسول الله قال ففيهما فجاهد جاهد في الوالدين نعم من أعظم أنواع الجهاد التي تغيب عننا الإحسان وبر الوالدين من أعظم أنواع الجهاد وكيف لا وهم اللذان جاهد كل الجهاد وأعظم الجهاد من أجلنا هذا هو الأبد يعمل ليل نهار يذهبها هنا ويذهب هناك يتحمد ذلك ويتحمل ذاك من أجل أن يأتي بالمال وربما يأتي بيته متعبا ربما يتكاسل من كثرة التعب وهو في قمة العطش أن يأتي لنفسه بكوب الماء لكن إذا ما دخل عليه الإبن أو البنت تريد علاجا أو تريد مالا للأدوات الدراسية لدراستها وما إلى ذلك سرعان ما يعود النشاط يذهب ليجلب المال وكأنه لم يكن به شيء أما عن الأم فهي التي قاسمتها وشاركتها في جسادها شاركتها في دمائها شاركتها في غزائها فلما انفصلت عنها كانت أخوف ما تكون عليك حتى من نفسها لا تنام إلا بعد نومك ولا ترتاح إلا بعد راحتك ولذلك في أحد الأيام رجل حمل أمه على ظهره ليطوف بها حول بيت الله الحرام وأخذ ينشد لما رأى المحدث الجليل عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما يقول إني لها بعيرها المذلل كالبعير لها تركب على ظهري إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر الله ربي ذو الجلال الأكرم حملتها أكثر مما حملت فهل ترى جازيتها يا ابن عمر أتراني جازيتها عما فعلت قال لا ولو بزفرة واحدة أي من زفرات الحمل الوالدان هما أبواب الجنة إذا أردت أن ترى بابا من أبواب الجنة وأنت على قيد الحياة فانظر إلى والدك قال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فاحفظ هذا الباب أو أضعه أما عن الأم فهي مصدر الجنة يرى النبي صلى الله عليه وسلم حارثة بن النعمان يقرأ في الجنة ما السر يا رسول الله قال كذلك البر كذلك البر كذلك البر وكان أبر الناس بأمه اللهم ارزقنا الإحسان إلى الوالدين وجعلنا من عبادك المحسنين والمتقين وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين